تتواصل عمليات القصف المتبادل على خطوط التماس بين قوات الحكومة السورية من جهة والفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركي وهيئة تحرير الشام الإرهابية الذراع السوري لتنظيم القاعدة من جهة أخرى شمال غرب سوريا وسط عدم تحقيق أي تقدم ميداني على الأرض المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد أن قوات الحكومة السورية قصفت بأكثر من 130 قذيفة صاروخية ومدفعية محاورة تفاحية بريف اللاذقية الشمالي والفطيرة وأطراف البارة وسفوه وفليفل بمنطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي دون ورود معلومات عن خسائر بشرية من جانبها قصفت الفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركي بعدة قذائف صاروخية مواقع للقوات الحكومية على خطوط التماس بريف إدلب الجنوبي بالتزامن مع اشتباكات متقطعة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة تشهدها المنطقة وكانت هيئة تحرير الشام الإرهابية نفذت الجمعة عدة عمليات تسلل ليلية إلى مواقع لقوات الحكومة السورية بريف إدلب الجنوبي أسفرت عن مقتل خمسة عناصر وإصابة أحد عشر آخرين وذلك ردا على مقتل اثنين من عناصرها وإصابة ثلاثة آخرين جرأ استهدافهم بصاروخ موجه أطلقته قوات الحكومة في قرية بصرطون بريف حلب الغربي في غضون ذلك وقع انفجار بعبوة ناسفة أثناء مرور رتل للاحتلال التركي قرب معرة مصري شمالية إدلب المرصد السوري لحقوق الإنسان أوضح أن الانفجار وقع بالتزامن مع مرور رتل للاحتلال عند مفرق رام حمدان ما أسفر عن وقوع عدد من الجرحة مشيرا إلى سماع أصوات إطلاق نار في محيط مكان الانفجار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر